أنا يعني يعني باتفق مع حضرتك في هذا الكلام ولكن خلينا كمان نطلع يعني مشاهدينا نتكلم بقى عن الوضع العالمي يعني لما تكون أفريقيا الحقيقة أصبحت هي مكان الاستثمارات يعني اطارة مثلا الجانب الصيني يستثمر في أفريقيا الجانب الأمريكي شايف أن الصين توغلت بشكل كبير في أفريقيا فيريد أن يكون له دور فأنت هل أفريقيا تستفيد من هذا التنافس أم أفريقيا قد تدفع تمن أحيانا لهذا التنافس في ظن وتقديري أن هناك فرصة ذهبية للقرى الأفريقية للعمل على تحقيق أكبر استفادة في ظل أن هناك صراع دولي محموم بين القوى الكبرى الصين والولايات المتحدة وروسيا للعمل على تحقيق أكبر استفادة من القرى الأفريقية على اعتبار أن الوضع الآن ليس اقتصادية النظر للقرى الأفريقية الآن هي نظرة أمنية نظرة سياسية على اعتبار أن القرى الأفريقية لديها أكثر من 54 مقعد في الأمم المتحدة وهو ما أشار الرئيس بايدن من أنه سعى بكل قوة إلى أن يكون هناك مقعد للاتحاد الأفريقي أنا أعتقد هنا لو أنا من أفريقيا أنا عندي قوة تصويتية كبيرة جدا أقصد دعا بيوصل 25% حقيقي فأنا كقرى أفريقيا هذه القوة التصويتية في الأمم المتحدة أستغلها في القضايا التي تخصني بدون مبلغة يعني ما يحدث الآن هو نتاج جهود كبير جدا بذلته دولة المصرية في سبيل الحفاظ على القضايا الهمة للقرى الأفريقية وأن يكون هناك استدارة حقيقية من قبل الدول الغربية أو القوى الدولية لأن يكون هناك استفادة مشترقة يعني سياسة السيد والتابع لا بد أن تنتهي لا بد أن يكون هناك شراقة استراتيجية فعلية تحقق المنافع المتبدلة خاصة وأن الكثير من الصروات للقرى الأفريقية تم نهبها والاستلاء عليها وبدون وجه حق ولكن الآن يتم سياغة مفهوم جديد للتعامل مع القرى الأفريقية على اعتبار أن القرى الأفريقية لم يتم استثمار مواردها القرى الأغنى ولكنها هي الحلقة الأضعف في المنظومة الدولية صحيح طيب أنا عايزة أروح للشأن الخاص يعني في هذه القمة أيضا هناك يعني كان جلسة واكتماع مع القادة عن الديمقراطية وعن السلام وعن الأمن وأعتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أول الناس كان يتحدث عن الأمن والسلام داخل أفريقيا لأن لو بصينا للخريطة الأفريقية فهنلاقي كثير من الدول غير مستقرة نتيجة البنية التحتية الفقيرة نتيجة الصحة نتيجة أيضا هناك جماعات مسلحة داخل أفريقيا بكوحرام حاجات يعني إحنا بنسمع عن حاجات وهناك أيضا صراعات أفريقية أفريقية داخل أفريقيا هل ترى بأن أمريكا ستضع هذه المشروعات وتقدم الأمن والأمان والسلام ضمن هذه الأجندة في هذه القمة في إطار عشرين تلاتة وستين كما ذكرت في هذه القمة أو كما ذكر هذا الرقم في هذه القمة طبعا يعني الفترة اللي فاتك كان فيه فجوة كبيرة جدا ما بين الإدارة الأمريكية والرئيس ترامبت رئيس الأسبق على اعتبار أنه كان يضع مدى واحد وثابت وهو أمريكا أولا وده اللي خلى القمتين يعني فيه بينهم مسافة كبيرة جدا أكثر من ثمان سنوات القمة الأولى عقدت في العام 2014 نبنتكلم على القمة الثانية دلوقتي في العام عشرين اتنين وعشرين والمدة دي كانت يعني سببت فراغ كبير ملائته الصين وروسيا على اعتبار أن دخول الصين وروسيا القرى الأفريقية دخلت بشكل مغير عن شكل الإدارة الأمريكية في التعاون مع القرى الأفريقية الصين وروسيا يعني أكثر الدول الدائنة للقرى الأفريقية وللدول داخل القرى الأفريقية هي الصين دائما الصين بتتعامل بشكل من أجل تحقيق مصالح الشعوب الأفريقية ولكن بشكل مختلف بمعنى أنها تتسعى إلى إنشاء مدن سكنية إنشاء سكك حديدية هذه المشروعات التي تمث البنية التحتية بتمث الشعوب الأفريقية وبالتالي أصبح هناك تقاربا صينيا أفريقيا الآن الإدارة الأمريكية هناك رغبة حقيقية في عودة دورها الريادي والمحوري للقرة الأفريقية وهنا السؤال سيطرح نفسه أمريكا تريد أن تعود إلى دورها وأعتقد فيه جملة النهاردة ما بين رئيس جو بايدون وأيضا وزير الخارجية أنتوني بلينكين الاثنين تحدثوا عن أنهم عايزين يعيدوا الثقة أو أنه يبقى فيه ثقة من جانب الإدارة الأمريكية بالنسبة لأفريقيا وكأن ما دار بالأمس ليس له ثقة ولا تنظر إليه أفريقيا بأنه تم به شأن فهذه القمة هما يودون فعلا أن هما يقدموا فيها مشروعات حقيقة السؤال بس اللي أنا عايزة أسأل حضرتك عليه هل هنا أمريكا يعني تنظر إلى أفريقيا كحليف جديد مع هذه القرة والقادة لأنه أمام الصراع الصيني الروسي اللي موجوده على الطرف الثاني هل أمريكا يعني تحاول أن تبحث عن حليف قوي أو يكون لها حلفاء جدد أقواء الإدارة الأمريكية بتتحرك بشكل كبير جدا من أجل عودة شرقتها الاستراتيجية مع الكثير من الدول والقارات التي فقدتها على اعتبار أننا شاهدنا في يوليو الماضي القمة العربية الأمريكية بمشاركة الرئيس السيسي ومشاركة الرئيس بايدن والدول الخليجية وده في إطار سعي الإدارة الأمريكية على أن لا يفقد حليف استراتيجي مهم جدا للإدارة الأمريكية الآن نشاهد القمة الأمريكية الأفريقية وده بتأتي بعض القمة أيضا العربية الصينية وده بيعكس حرص الإدارة الأمريكية على أن ينوع شرقاته ويعيد مرة أخرى الزخم إلى العلاقات الأمريكية العربية الأفريقية على اعتبار أن العالم الآن هو على صفيح ساخن الإدارة الأمريكية تحتاج إلى حلفاء استراتيجيين في ظل أن العالم يتجه بشكل كبير إلى عالم الثلاثية القطبية وبالتالي الدولة الأمريكية تريد أن تثبت النظام العالمي من خلال وجود حلفاء استراتيجيين حقيقيين ومن أهم هؤلاء الحلفاء طبعا هي القرى الأفريقية باعتبرها أكثر من 54 دولة وأيضا الدول العربية